بسم الله الرحمن الرحيم رح ناخد اكزامبل جديد اليوم بحكي لك بدك تكتب كود يحسب هاي السيريز اللي هي انه رقم معين زائد كل الارقام اللي تحتيه لحد ما توصل للصفر يعني لو اخترت مثلا الرقم اربعة بدك تحكي اربعة زائد ثلاث زائد اتنين زائد واحد لحد ما توصل للصفر وتجيب المجموع وتخزنه بفاكت فعليا رح نعمله لو اخدنا اكزامبل مثلا اربعة فحكينا اربعة زائد ثلاث زائد اتنين زائد واحد زائد صفر يساوي رح يطلع الجواب عشرة اللي رح نعمله رح نحكي مثلا اربعة زائد ثلاث بما انه عملية ما بتاخد الا تو اوبيرانس في الماكرو كنترولر رح ننبلش فيهم كل رقمين مع بعض رح نحكي اربعة زائد ثلاث النتيجة رح تكون سبعة بعدين رح ناخد النتيجة اللي طلعت معنا له السبعة زائد الرقم اللي بعده اللي هو ايش اتنين يعني هاي شلناها حكينا طلع معنا الجواب سبعة رح نحكي سبعة زائد اتنين اذا سبعة زائد اتنين شو رح يطلع الجواب تسعة طيب نيجي هون هاي كلها راحة صارت تسعة بتسعة زائد واحد اذا الرزلت اللي طلعت معنا له النتيجة تسعة زائد واحد اللي ظن معنا شو يساوي ساوي عشرة رح نيجي هون نحط مكانها هاي عشرة عشرة زائد صفر رح يطلع الجواب عشرة وهيك رح نوقف ما توقفنا وقفنا لحد اللي عند موصلنا ايش الصفر طيب فعليا هون في خطوة كمان احنا ممكن نضيفها خطوة ما لها معنا بس ممكن تسهل رؤيتنا للبناوج اللي هي صفر زائد اربعة بتساوي اربعة فاحنا شو كنا نعمل كنا ناخد الريزالت كنا ناخد الريزالت من الخطوة اللي قبليها ونجمع لها الرقم ناقص واحد بعدين اخذنا الريزالت اللي هو هون طلعت معنا سبعة هاي الريزالت ضفنا عليها الرقم ناقص واحد طلع معنا تسعة وهكذا اللي بنلاحظه هون الرقم احنا اللي اخترنا اللي هو اربعة اللي هو اكس فعليا كل مرة كان ينقص بواحد بكل خطوة كان هنقص واحد لحد ما وصل صفر اربعة ثلاثة اثنين واحد صفر وعننا هون الريزالت بلشناها بصفر وضلينا نزيد عليها مقادير معينة لحد ما وصلنا الفاينال فاليو اللي هي عشرة طيب كيف ممكن نشوفها هاي ممكن احنا نحكي انه والله هاي عبارة عن الفاكت اللي هي النتيجة النهائية اللي بدنا نوصل لها موجودة بالكولوم الأول والكولوم الثاني اللي هو اربعة ثلاثة اثنين واحد هطفعليا الاكس اللي هو الفاليو اللي احنا اخترناها اذن اللي راح نعمله راح نحط بالاكس الفاليو اللي بدنا اياها اللي هي مثلا اربعة ونحط بالفاكت القيمة زيرو انيشيلي ونضيف اربعة زائد صفر ونخزن فيها اربعة بعدين نروح للمرحلة اللي هي ثلاثة مثلا اللي هي اكس ناخص واحد نعملها دي كريز ونشيك اذا كانت صفر راح نوقف العملية اذا مش صفر راح نكمل وهكذا راح ما نوصل الصفر راح نوقف عملية الجمع طيب نروح نشتغلها على بالانبي لاب بالانبي لاب اتفقنا انه نحط اول اشي ارق زيرو حتى يبلش البروغرام تبعنا من اه لوكيشن زيرو ومن ادرس زيرو نكتب كلمة مين كلابل راح نشوف شو هيديتها بعدين اه وراح نستخدم اه الاند هاي لازم نستخدمها في البرنامج البرنامج بيجرنا نستخدمها او الاسمبلر اه حتى يعمل اند للبرنامج تابعه اه ماحنا اعرف سي بلوك سي بلوك على اي لوكيشن بدل ايام مثلا لوكيشن خمسة وعشرين بالهكسة ونكتب الفاريابلز اللي بتلزمنا حكينا بلزمنا الفاريابل اكس وحكينا الفاكت نعمل اند للسي بلوك ننسي وننزل نكتب البرنامج تابعنا في المين نعمل تاب شو رح نعمل اول اشي حكينا بدنا نعمل clear f لا الفاكت حكينا الفاكت لازم نبلش بيقيمة 0 ونجمع له كل مرة القيمة اللي بتطلعها معنا وننزل نحط القيمة اللي بدنا اياها اللي هي مثلا اربعة فشو بنا نعمل اوليش بنقولها w register move literal w اربعة بعدين من ال w register نوديها على location اللي اسمه x move wf على x طيب شو بنا نعمل احنا بدنا نعمل عملية addition add اي قيمة القيمة اللي موجودة في ال x زائد اخر قيمة موجودة ب الفاكت رح نكتب هون فاكت ونخزن نتيجة فيها طبعا هون انا ننسي اكتب wf وقبلها لازم نكون حطين ال x في ال w register اذا move من ال file register اللي اسمه x على ال w register هيك رح ياخذ القيمة المخزنة ب ال x ويوديها على ال w register ويجمعها لاخر قيمة مخزنة بال fact فلو حكينا القيمة المخزنة حاليا رح تكون اربعة فاربعة والقيمة المخزنة بال fact هي صفر فاربعة زائد صفر اربعة طيب المرة الجاي شو بده يعمل بده ينقص ال x بواحد رح تصير ثلاث ثلاثة واخر قيمة مخزنة بال fact ثلاث زائد اربعة رح تكون سبعة المرة اللي بعدها رح ياخذ لتنين رح ننزل ال x واحد رح تصير ثلاثة ثلاثة زائد القيمة المخزنة بال fact ليه سبعة فتنين زائد سبعة تسعة والمرة اللي بعدها رح تكون واحد فواحد زائد تسعة عشرة وهكذا إذن بيّن اننا في لوب في اننا لوب بدنا لابل يعد هاي العملية رح نكتب قبليها حتى إيش يعدها ما سنسميه لوب مثلا هون لوب وحيظل يكرر بهاي العملية لأيمتال لحد ما نوصل الصفر حكينا لحد ما نوصل الصفر مين يوصل الصفر ال x 4 3 2 1 صفر اللي هو إيش ال x ناخذ إذن شونا نعمل نعمل دكريز زل فعليا كل مرة و سكيب F0 أيوة إذن دكريز الفاير رجستر هون نجب نكتب F دكريز الفاير رجستر وسكيب F0 أي في يوم اللي هو ال x وخزن نتيجة يرجع خزن هين في ال x يعني ال x رح تنقص منه واحد وترجع تخزن عليه وتشيك go to loop ليش حتى يرجع يضل عيد يكرر في هاي العملية كل ما يوصل هون رح يرجع ينط على اللوب يرجع يحط قيمة ال x يوديها ال w رجستر يجمعها مع آخر قيمة مخزن بال فاير وهكذا يرجع يعمل دكريز كمان مرة ويرجع ينط لل ل لحد ما يوصل صفر إذا وصل صفر ما رح يروح يعمل go to loop رح يفشق هاي وينتقل على خلينا نكتب نوب هون اول ما يخلص رح يعمل وهيك بتوقف العملية طيب خلينا نعمل للكود في علنا ارور وين ارور اه كلير هون ما بتاخد لأنه فعليا هي فاير رجستر الكود هيك شغال رح ناخد قيمة ونشوف قيمة الفاكتور شو رح يصير فيهم نتبع نصير هون ما ضف الفاكتور طيب نتبع ال لازم يصير فيها اربعة حاليا هيصار فيها اربعة يضيف هلال فاكتور عند ال صار فيها اربعة بعدين نقص ال اكس بواحد صار التلاتة وما عمل رح يروح شو يعمل رح يرجع يروح على شوف كيف هاي اذا رجع على يكمل الشغل تابعه اربعة صار سبعة فعليا صحيح عندك اثنين نقص صار عندك تسعة واحد صارت عشرة عشرة اللي هي ايه هون هي عشرة طيب هسا شو رح يعمل ما رح ينفذ ال go تلوب رح يعمل عنها skip رح يروح وين على النوب خلنشوف كيف رح يعمل ايوا هاي راح على النوب لشن اكس صار قيمتها زيرو طيب عندك اخر قيمة هي مخزنة عشرة طب انا ممكن استغني عن هذول الخطوتين كيف بدي اعملهم comment باني احط سيمي كلهم قبلهم اروح اعمل run للبروغرام واسير عبي القيم اللي بدي اياها انا من هون رح احط مثلا هاي المرة تسعة اذا اكس صاربين وهو مطلوب